في إطار تبني دولة الكويت سياسات داعمة لتمكين ودمج الأشخاص دول إعاقة تعليميا ووظيفيا وبمناسبة فعالية اليوم العالمي للمعاقين والتي تستمر خلال شهر ديسمبر أقامت الهيئة العامة لشؤون دول إعاقة فعالية بعنوان تمكين دول إعاقة سياسة وطنية مشتركة وذلك في مقر بيت الأمم المتحدة شارك فيها عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة هذه الفعالية تهدف إلى تفعيل دور دول إعاقة في المجتمع وفتح مجالات الحوار بين المختصين في الشؤون والقضايا التي تهم هذه الفئة قضية دمج دول إعاقة في التنمية تعد أحد القضايا تنموية المحورية على الصعيد العالمي فعلى سبيل المثال أدرجت دولة الكويت في الخطة الإنمائية تمكين دول إعاقة كأفراد فاعلين ومنتجين كان هذا فحوى فعالية تمكين دول إعاقة سياسة وطنية مشتركة والتي أتت ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص دول إعاقة بعدين نحن ترجمنا هذه السياسة أيضا في مبادرات برنامج عمل الحكومة يوجد هناك ثلاث مبادرات برنامج عمل الحكومة معنية في دمج الأشخاص دول إعاقة من ضمن الإطار العام للبرنامج تحت محور تطوير سلمان البشري التمكين لذوي الإعاقة هو إكساب الأشخاص المعارفة والاتجاهات والقيمة والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة الحياة إذن كيف نحقق سبل تمكين لهم؟ أن يكون هناك مزيد من تشريط الضوء على تمكين ذوي الإعاقة لكي يكون لهم أنشطاتهم الإجتماعية والإقصادية والحياتية لتطوير الأدوار التعليمية والتحديات في أعمال التعليم تسليط الضوء على المهارات والابتكارات التي يقدمها ذوي الإعاقة للمجتمع الكويتي والمجتمع العالمي الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة تنغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة هذا ما تم أيضا عرضه خلال الفعالية عن تجربة دولة الكويت في توظيف ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي هي كانت تجربة أولى نوعية تحتاج إلى المزيد من الجهود وتحتاج إلى الكثير من دعم ومساندة الجهات وخاصة القطاع المصرفي وذلك نظرا لخصوصية في الذوي الإعاقة الاحتفالية شهدت معرضا مميزا لذوي الإعاقة استعرضوا مواهبهم التي شهد لها الجميع بأن هذه الأعمال تؤهلهم للمشاركة في معارضة عالمية مروم حرم تلفزيون دولة الكويت